يأتي ملتقى الجمعيات والفرق الخيرية الأول بمحافظة الظاهرة والذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية على مدار يومين من ضمن البرامج التي تهدف إلى تنمية الشراكة بين الجمعيات والجهات الداعمة والتعريف بلوائح العمل التطوعي لدى جمعيات المرأة والفرق الخيرية يأتي هذا الملتقى إدراكا منها لأهمية عمل التكامل مع الجمعيات والفرق الخيرية ونسعى إن شاء الله من خلال هذا الملتقى أن يكون هناك منتقيات أخرى في السنوات القادمة ونعمل سويا مع الجمعيات والفرق الخيرية لتطوير المنظومة المجتمعية فرصة جميلة جدا أن نلتقي بهؤلاء الأشخاص حقيقة هناك بوادر طيبة كثير من المجتمع وفي ناس ما شاء الله عليهم متطوعين ويحبوا العمل والتطوع وهذا جانب إيجابي جدا في المجتمع العماني ولله الحمد ست أوراق عمل تناولها الملتقى تمحورت حول دور الجمعيات بين الواقع والطموح ودور وسائل الإعلام في تعزيز الجهود التطوعية إلى جانب تمكين رواد الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص قدمنا ورقة أمل بعنوان الجمعيات المرأة العمانية بين الواقع والطموح تطرقت ورقة العمل إلى أهداف جمعيات المرأة العمانية والمتمثلة في تمكين المرأة اقتصاديا ورفع وعيها في المجالات الاجتماعية والمعرفية كما تطرقت الورقة إلى التحديات والصعوبات التي تواجهها جمعيات المرأة العمانية كما تضمنت فعاليات المتقى عرض لتجارب بعض الفرق الخيرية وجمعيات المرأة العمانية بالمحافظة بالإضافة إلى إقامة معرض للأسر المنتجة ضم عدد من الأركان تنوعت بين الصناعات الحرفية والمنتجات المنزلية ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعارض مهمة للمشاريع الصغيرة جدا اللي ما عندهم وظائف يستفيدوا منها يعني مشاركة في هذا المشروع عشان أروغ لمشروعي وستفيدوا منه أن أضيف متابعين أو يضيفون متابعين في هذا المشروع أدوار تكاملية بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية لدعم الفرق الخيرية والجمعيات لتحقيق أهدافهم المجتمعية من المؤمل أن يخرج هذا الملتقى بجملة من التوصيات والمقترحات تعمل على تطوير منظومة العمل التطوعي محمد بن سعد العلوي محافظة الظاهرة